اشتركوا في القناة كيف صحتك؟ هالسؤال ملو معنى هالأيام ممنيح صحة وعافية شكرا خمسين معني ماشي كيف هموهنف؟ نيح على وضعه إجنباري مر شوي وصل له سلام مني لو سمحت بيوصل إذا شفته طبعا بيعطيكم العافية خلاص ما بقى اتحمل يا كوسر خانم والله مليت من حركاتك هاي فار شو صعير له لأنه من الآخر بنتك ما رح تتجوز بدر مو على كيف هالشغلة لاش شو دخلك انتي؟ لا تنسي اني أمو لمؤيد وعايشة بها داك البيت وبقدر أكدك انه ما حدا موافق على هاد الموضوع عيبة عليكم تعملوا هيك يلا هم تعمليه انتي اللي عيبة طلعت امي اسمعي هالكلمتين لا تنبسطي كتير انتي وبنتك نوها خانم ما رح توافق على هاد الزواج وأكيد رح تشرشحكم انتو التنتين تسترجع تزعج بنتي بكلمة؟ امي خلاص ما في داعي تردي عليها أصلا هديك ما فيها تعمل شي لا تجي وتترجعنا ما كفاكي وقعت بين الاخوين وهلا بدك تخربي عيلة الجماعة الأكابر كمان؟ ما بيصير يا بنتي ما بيصير اوه لك المفترية لأكونا كنتي شو بدك من بنتي وليه؟ رحنا نعمل محل يا الله طوري بالكم يا شماعة اول شي مغيّد وبعدين مهند وهلا حمليتي عينك على بدر؟ انتي واحدة وقحة وعدت عيدها لتلاسة اعمل ليك ما تيد وقحة وفندك اوقح منك كمان تركوني عليها بترجو نكو الغ کے حسكين لاحوم bunu ترجو ني عماذوا!!! هل يا أبنتك شو عملت مع ابن وفيه بيوم واحد؟ الله يلهنك الله ينتقى مني يلي بيلفع هيك شغلات بأنا كانت رحت موت بسببك يا شر شوحة انتصري بد kalau الأخص student لباتوا سمعني شو عمتحك إي controversy وا لله انتقى ك gelmişتين مع هذا الكزبية لا او هروح يعملي اللي بيتك يا شو ما عملتو ما رح تقدروا تغيروا ال الحقيقة أنتي وبنتك الله ستر إنه مؤيد ومهند قدروا يشوفوكن على حقيقتكن وقت اللي سمعوا إنك رح تتجوزي إنتي وبدرباك نيناتهم صاروا يتضحكوا عليكن خلاص يا صباح خلاص بس ماما هنده خانهم؟ ليش جاي إلى هون حضرتينك؟ جاي تفس خلافين الله أعلم ديش كرهانتنا أنت شو بدك من بنتي وليه؟ ليش عم تساوي معنا هيك حكي؟ ليش جاي إلى هون يا هنده؟ أنت ما لك كلام معي أبداً طالما حضرتك قررت تطلقني ونسيت كل اللي بيننا ما لك حق تحكي بنوب وإنتي ما دخلك من بيتها تتزموش بنتي؟ شو أصفتنا يا جماعة؟ أنا مالي فهمان الموضوع هلأ صارت خانة وميزا صفتت شعرات أمنيح ولمسة أمنيح ورقبت عايز سيارات فخمة وقال صارت لبصر شو هالعلم هاي شوفوه على حقيقتها إنت ما شفت شلون إجت ونسعت إننا مراعنا عالالالله يوفوه خلية تساوي اللي بدها يا ممعقول شو وضحى إسماعيلي إذا بتريدي على كلام هاي المرأة الفلتاني يا شميلة وإذا بتتراجعي عن زواجك من بتر مشان واحدة مثل هاي جاكارة بالكل بدي يتزوجه هلا ولنشوف إذا رح يدروي منعهم براو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى ألو وينك إنت خربطت الأمور شو صار لميس حاولت أن تنتحر عنجد أنا جاي فورا يلا على السريع موسيقى 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 أولو صباتي موسيقى موسيقى كتير منيحي مرحبا أهلين حياتي مبين راقين على بالصلح يعني هلأ قادرنا نوصل لقاسم مشترك على القليلة أجلنا زيادة رأس المال عمر اتفق معنا مشان نعطي فرصة تانية لأخي بدر الله يوفيكم ياللي فهمته هلأ أنه نوها خانم حابة استخدمني كسلاح سري ضد بدر ما كنا عم نقول خلاص الحرب الباردة انتهت ما قلتي ليكون مصر بخصوص الأسهم تبعي من صالحة يفهم بدر القيمة الفعلية للأسهم تبعه بالشركة الشروط ممكن تتغير أنا بصراحة ما بتهمني أسبابكم شو هي اللي بهمني إني هلأ مبسوط ونحن مبسوطين والشركة رح تمبسط بخاطركم الله معك ننشوفك شكله في تطورات جديدة نحن بس عم نحاول ما نضيع وقت أكتر مني اللي ضيعناه طبعا ما لازم نضيع وقت أكتر من هيك شو كيفك اليوم؟ منيح مهم قادرت تتخطى قصة جميلة؟ لازم أنتوا تتخطوا هاي الصدمة أنا سيتلة جميلة واللهي أنا بتمنى أنا ماني مضطر اسبتلك هالكلام هاي حياء يسلموا شكرا منك صحتي موسيقى 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 اشتركوا في القناة